في الأول والآخر هي مباراة ما بين الأشقاء وطبعا ما يفوتناش أبدا كابت المحمود الخطيم وجه الشكر لنادي الرجاء وده يؤكد على علاقات الطيبة بين الفريقين وبين الناديين الكبار وكمان عايز أقول أنه يعني ده شفناه هنا في استقبال النادي الأهلي لفريق الرجاء وأيضا حصل المثل هناك بالترحاب بالنادي الأهلي ومسؤوليه ولعبته والحقيقة ده بينهم على علاقة قوية بين الأشقاء سواء هنا أو في المغرب وطبعا نادي الأهلي كابتن محمود الخطيب بيشكر نادي الرجاء وبيؤكد على علاقات الطيبة مع الأشقاء المغربة كان سبق خطاب من نادي الرجاء يا كابتن هيسم وكان فيه اتصال هاتفي ما بين رئيس نادي الرجاء ورئيس نادي الأهلي كابتن محمود الخطيب للاتمئنان على بعثة النادي الأهلي في المغرب وهو ده اللي احنا دايما بنسعى له لأن الكرة بتقرب الشعوب يا كابتن هيسم وخلاص النادي الأهلي تعلم الدرس جيدا النادي الأهلي أوقف ما كان يصنعه أو يحاول أن يصنعه الصغار مثلما تقرر قبل كده في 2018 لكن النادي الأهلي كان حريص جدا على فكرة الروح الطيبة وإنها مباراة تنافسية في كرة القدم وجماهير الرجاء كابتن هيسا من أقرب الجماهير للنادي الأهلي يعني لو شفنا جماهير في أندية عربية ستجد دائما وأبدا أن جماهير الرجاء المغربي بتميل بشكل كبير جدا لجماهير النادي الأهلي ودائما وأبدا لو هم مش حصلين على البطولة وبذب طبعهم بيتمنوا فوز النادي الأهلي البعض يعني كان حاول أنه يعني كعته في فكرة فتيل الأزمة بين الجماهير العربية وتحديدا فروات النادي الأهلي ولكن النادي الأهلي توقف لهذا أو وقف لهذا بالمرصاد وأصدر كم من البيانات من شأنها وقد الفتنة وبالفعل من أول مسافرة بعثة النادي الأهلي وإحنا شايفين فيه ترحاب شديد جدا وفيه ود حتى تكلم عنه الشناو النهاردة في المؤتمر الصحفي وهنا بياخدنا لرسالة مهمة جدا أي أزمة حصلت من قبل مع النادي الأهلي في دولة عربية سواء في السودان مع الهلال السوداني الشقيق أو مع الترجل التونسي الشقيق كان سبب بعض الإعلاميين الغير منتمين للنادي الأهلي أرجوكم توقفوا أرجوكم تحلوا بالمسؤولية في النادي الأهلي نادي لكل الترحاب ولو شعبية كبيرة جدا في الوطن العربي مهما حاول البعض أن يوضح عكس ذلك ترجمة نانسي قنقر